اهلا بكم اعزائي المشاهدين مساء الخير وحشتوني قبل ما ابتدي ادخل في موضوع حلقتي النهاردة فعايز اقول حمد الله على استلامة للأستاذ احمد بيبو مدير الاعداد انه هو شرفنا النهاردة وقام باستلامة من الحادث اللي حصله الاسبوع اللي خات وعايزة برضو اتكلم بكل بصراحة بكل حزن وقسة ومواساة مع المسلمين في الصين والمسلمين في بورما يعنه في حملة جمدة جدا ايمة على المسلمين اليومين دول في الصين وفي بورما بتأثير وتعذيب المسلمين وبصراحة الواحد شايف حاجات كتير على السوشال ميديا وشايف فيديوهات كتير تقطع القلب فكلنا ندعو بقلوب رحيمة للناس دي انه ربنا يقف جنبهم وربنا معاهم النهاردة ان شاء الله معايا ضيفة هي مش اول مرة تحضر معايا في البرنامج بتاعي وفي الاساس هي رأي رسمي للبرنامج معايا خابرة التجميل السعودية الاستاذة نادية عطية هي النهاردة الحلقة مش هتكون تجميل بقد ما هي هتكون هنتكلم على ظواهر بتحدث في مصر الفترة دي والفترة اللي فاتت هنتكلم على ما خلف كواليس مهرجانات مصر اللي حصلة الفترة دي والفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية هنرحب معايا بدفتي النهاردة وياريت كل اللي عنده حاجة في ناس كتيرا جدا بعطولي يمبيرح مسجات او المنزل تبوسط على الفيس اننا هتكلم عن ما خلف كواليس مهرجانات مصر فياريت اللي عايز يتواصل معايا احنا على الهوى هود الوادي وبناخد كل الاتصالات اهلا بيك يا سازة نادية نورتينا ازاي حدثك عامل سازة نادية انت بش اول مرة تحضاري معايا وحضارتي معايا اللقاءات قبل كده وكانت معظم لقاءاتنا كنا بنتكلم فيها عن التجميل يعني بالتحديد النهاردة هنبقى بنتكلم عن مواضيع مختلفة بس تحبة قبل ما اخش في الموضوع اللي هو اساس اسم الحلقة النهاردة كنت عايزة اسألك ايه الجديد دلوقتي عندكم في المملكة العربية السعودية في الفترة دي بالنسبة للميكاب والتجميل والموضة اللي طلع جديدة والله يا بس ايه بالنسبة للتجميل عموما اصبحوا الناس عايزة الحاجات الهادية الرئيئة اصبح اللي هو الشغل ما بقاش مطلوب دلوقتي ولكن برضو مازال فيه فئات معينة بتطلب يعني الشغل اللي هو يكون شوية اوبر بس اصبح السائد دلوقتي اللي هو الحاجات النعمة الحاجات الرئيئة الالوان البردة الحاجات اللي بتظهر بس الجمال يعني عموما الانسة فقط التسريح ما بقتش زي الاول فرام الشعر كانت الاول طبعا بنعمل الفرام اللي هي الكبيرة اللي عليها لا اصبح دلوقتي اللي هو طبعا التكسير ويفي الحاجات اللي هي البسيطة يعني حتى العروسة اصبحت بنفس الحكاية يعني اصبح كل اللي عاوز شعره يعني يبقى سايب ما بقاش فيه طبعا مقلين دلوقتي اللي هم يطلبوا التسريح اللي هي الملمومة بالحاجات دي فهو ده السائد في التجميل حاليا طب استاذة نادية ما شاء الله السعودين معروفين بانه هم بيهتموا دايما بالميكاب وبيهتموا بالميكاج بيهتموا دايما بكل جديد في الميكاب بص تلاقي افرحهم كتير جدا يعني ممكن مثلا تلاقي في الاسبوع عريص كتير جدا هل الموضوع ده بقى لازال ولا الوضع تغير شوية والله هو تغير نوعا ما اصبح ما شاء الله دلوقتي انت مش مخلى حاجة اصبحت البنات بتاخد دورات كتيرة اصبحوا هم ذات نفسهم بيعملوا شغلهم بنفسهم في البيوت طبعا فيه كل فئة وليها فيه ناس طبعا بتحب تفضل لان هي تروح للصوالين مركز التجميل لان هي ما بيكونش طبعا معها خلفية او دراية كاملة بالمهنة وفيه لا اصبحوا هم بنفسهم بيشتغل يعني على نفسهم فالوضع ما بقشش يعني زي الاول كتير يعني ما بقش دلوقتي مثلا البنات مع الكرصات مع التدريبات اللي بيتضربوها ما بقوش محتاجين قوي ان هم يروحوا لمركز التجميل زي مش مش الكل يعني هو زي ما قلت لك يعني مش الله عدد كبير يعني فمش كل البنات بتروح بس اصبح دلوقتي ان هم لا بيتعلموا يعني فيه كتير بنات بتتعلم من اصبحت اروح الافراح مش زي الاول ما فيش مش شايفة فرم شعر مش شايفة ميكياج الميكياج بتعلم ايه كل واحدة بتتعلم عن نفسها وبتشتغل فاصبح الموضوع مش زي الاول يعني طب استاذ بناديح لما كنا بنتكلم قبل ما نطلع الهواء كنا بنتكلم في حتة ان انتم كسعوديات دلوقتي عندكم صعوبات جمدة جدا في الدولة بتواجهوها مش سهل ان انتم تفتحوا مراكز التجميل او السنترات وعندكم عقبات كبيرة جدا عايزين نعرف ايه الصعوبات والعقبات والله هو طبعا احنا دلوقتي في فترة اللي هي السعودة فاصبح ان احنا بيطالب مننا في مراكز التجميل ان احنا نشغل سعوديات وللأسف طبعا السعوديات بتيجي بتبقى عايزة رواتب عالية مو بتلتزمش معاك في الشغل ويعني فيه شوية قيود مش واغدين على الشغل مش واغدين لا هي بتشتغل بس بيكون عندها يعني كل شوية عندي مثلا مشكلة في البيت عندها ظروف عندها فما بتبقىش طبعا مستمرة معنا فده بيأثر علينا طبعا حكاية انه زي ما تلك اللي هي السعودة واصبح ان الاجانب كتير خلاص سفرت طب استاذة نادية يعني ما عليش في كلمة بس انا كنت بتكلم بقول انه انت بتقولي السعوديات ممكن ما بتلتزمش علشان السعودية معروف ان هي واغدها على انها تبقى مرتاحة في العيشة مرتاحة في البيت ومعروف ان هي لما بتمتهن مهنة او بتحب تعمل في مجال بيبقى لتقضية وقت فراغ يعني مش محتاجة احتياج قوي هو الحالة هو في بعضهم بيكون عندهم احتياج طبعا بس انه مفيش التزام وبدين بيطلبوا مبالغ كبيرة في الرواتب يعني ما عليش الاجانبية ممكن بتيجي تطلب منك بتديها الفين تلاتة لا السعودية بتبقى يعني عايزة اكتر وبرضو ونفس الحكاية برضو بالنسبة للاجنبيات بس اصبحت العملية من البلدية نفسها او الحكومة نفسها اصبح عندنا احنا عقبات شوية بتتحطلينا طلبات يعني زي معقدة كل شوية بقانون جديد بحاجات جديدة بيفرضوها علينا يعني فصعب فاصبحت دلوقتي الصوالين او المراكز التجميل الناس كلها اللي مكلفة تكاليف باهزة في صالونها بتقبلوا ومعنى التقبيل يعني شان فيه كتير سألون ايش هو في الناس معرفوش تقبيل يعني ان هو بيكون انا باخد المكان كله بمعداته باقاره يعني بدفع اقاره وباخد المحل كل بالمعدات بتاعته كأنه تنازل فتخيلة حدا كما ييجوا مثلا حد يكون مكلف المركز بتاعه 200 ألف أو 180 ألف وتفاجئ دلوقتي تلاقيه حتى ممكن 60 ألف ومش جايب له فناس كتير يعني فيه ناس كتير قفلت صوالينها بسبب العقبات اللي احنا او الصعوبات اللي احنا بنجدها طيب هل انتم في السعودية ما عندكمش مسؤولين او مثلا جمعية تعملوا شكوى للدولة حتى نفسها ان انتم بتتواجهوا صعوبات او مشاكل انه ده برضو مورد رزق الناس كتير والله يتكلمنا كتير وفي ناس بيتكلم كتير ولسه يعني يشغلين في الإجراءات ويشوف ربنا يسهل يعني تمام احنا هنا موضوع بتاع ان انت تفتحي مركز أو سنتر بالنسبة لنا بمفهوش التعقدات دي كلها ممكن ما يكونش فيه شغل كتير بس ما عندناش تعقدات ولذلك انا دايما لما بكلم مع حد بقوله احمدوا ربنا لانه برا الناس فاكروا انه الدنيا برا وردي والحياة جنة والشغل برا يعني يعني اجمل من هنا بكتير والعائد بتاعه اكتر بكتير من عندنا وتبس تلاقيهم نقمين على حياتهم هنا والله هيقولك على حاجة يعني اللي في ايده نعمة يحفظ عليها ده ده اللي انا بقول بس فيه نقطة يعني انتوا ما شاء الله هنا في مصر لا بالعكس هنا الشغل ليل ونهار احنا عندنا مواسم يعني بمعنى انا ممكن اشتغل خميس وجمعة ممكن اشتغل في اجازة نص السنة في رمضان ممكن اقعد بالشهر مفيش مفيش شغل هنا بالعكس انه انتوا من الصبح لغاية يعني غاية الساعة التسعة بيبقى فيه شغل لانه طبعا فيه استشوارات فيه طالبات جامعة حاجة زي كده لأحنا بنبقى محددين مثلا من فترة العصر لغاية المسا فبالعكس انا هنا انا شايفة ان انا لو فتحت هنا مركز تجميل فانا هبقى مبسوطة جدا جدا لانه فيه شغل احنا عندنا زي موتاك بس مواسم يعني مش على طول طيب استاذ النادية عايزة بقى انط من حتة التجميل واحنا تكلمنا شوية بمقينك خبير التجميل عايزة اخش بقى في قصة تانية انتي دخلت فيها الفترة اللي فاتت وهي بقيت منظمة مهرجانات وانا عارفة انه قبل ما تبتدي تنظمي مهرجان في مصر او تشاركي في تنظيم مهرجان انتي في الاساس كنت منظمة مهرجان في المملكة العربية السعودية وكان تحت رعاية اميرة من الاميرات وفي الغالب كان المهرجان ده لزوي الاحتياجات الخاصة كنت عايزة اسألك اختيارك في المهرجان ده كانت تكوني منظمة من المنظمات خصوصا لما تكون اللي قيمة على المهرجان ده اميرة من الاميرات او من العائلة الملكة اه طيب اقول لها بس حاجة يعني اضفلك نقطة انا بنظم مش مهرجان بس انا بنظم ورش عمل وبنظم ايفنتات يعني من كم اكتر من ثلاث سنوات وبيطلب مني دايما ان انا يعني اعمل تنظيم للورش وتنظيم للإيفنتات بالنسبة للمهرجان اللي حضرتك ذكرتي هو للاستاذة اماني عبيد وانا كنت من ضمن المنظمات معاها وكانت فعلا تحت رعاية تأميرة من الامرة احنا بالنسبة للتنظيم هو طبعا حاجة جميلة جدا يعني انت بتلاقي نفسك فيها خصوصا انت بتكوني مسؤولة عن خبراء التجميل عن موديلز يعني بتزبطي الدنيا فكانت دي يعني انا بلاقي هواية جميلة جدا وانا حباها يعني بعد كده طبعا انا شاركت هنا كتير في مهرجانات فالحقيقة انا جايلك بحاجة قدام شاركة المهرجانات دي انا عارفة ان انت شاركتي في مهرجانات وعارفة انه في رؤساء مهرجانات كتير تواصلت معيك واتصلت بيك علشان خاطر عايزينك ان انت تنظمينهم مهرجانات وبالفعل انت نظمتي دورتين في احد المهرجانات بس عايزة بقى اسألك حاجة يعني انا وصلني برضو منك وعلى حد ما تناقشنا انا وانت انت اعتذرتي عن ثلاث مهرجانات مقيمين يعني في مصر المفروض انه هما في منهم مهرجان كان قبل المهرجان اللي شاركتي فيه في مهرجان قادم في الشهر اللي جاي فعايزة اعرف ايه بقى خلف كواليس مهرجانات مصر اللي كانت سبب انك تنسحبي وتعتذري عن تنظيمة للمهرجانات طيب انا الحقيقة بس هتكلم انا مش هذكر اسمها اه احنا مش هنذكر اسمها لانه بصراحة هي مصورة فتحت عندنا مهرجانات كتير مش حكاية انهم مطلت مهرجانات وانا انسحبت انا وما زلت بنسحب يعني او زلت انا بارفض اشتراكي في مهرجانات اولا انا بس عايزة اوضح نقطة مهمة لاصحاب المهرجانات او الناس اللي هي بدقين مع المهرجانات معنى مهرجان هو ايه انا عندي فكرة والفكرة دي انا عاوزة اعملها اول حاجة هل من ورا المهرجان ده اني انا هيكون لي اسم اعمل صدى بعد كده الناس بتتكلم عنه ولا هو مكسب مدي هو الحقيقة اللي انا شايفي ان كل المهرجانات بتعيطنا مكسب مدي انا عايزة عايزين تعملوا مهرجان بس ايه هو الهدف من المهرجان الهدف ان انا يعني اوصل ويبقى لي صوت مسموع او انا بوري شغل جميل لناس انا جاي بهم واحنا بنعادل الناس ايه او بنواكب العصر مثلا او بنا عايزين نوصل للعالمية او نوصل للناس اللي احنا بنشوفها وبنتفرج عنها وبننبهر بشغلهم ولا هو مكسب مدي فالحقيقة انا اكتشفت ان ورا المهرجانات دي هي المكسب المادي في الاول والاخير فقط الكل بيقول لا ولكن انا اللي انا اكتشفت ان هي العملية عملية تجارية بحتة مفيش من ورا المهرجانات دي يعني احنا تعددت مهرجانات في الفترة اللي فاتت وفيه مهرجانات يعني كان لسه فيه مهرجان لاسبوع اللي فات ومهرجان مبارح وفيه مهرجان بكرة ومهرجان ح смотрите فيه مهرجانات كتير يعني بس انا بشوف Learning كل المهرجانات اللي على الساحة عندنا في مصر كلها بلا هدف ملهاش اي هدف ودي الحقيقة اللي خلاني انسحب من بعض المهرجانات انا فيه اتفاقات تمت معي يعني انا هذكر وقع حصلت دي وكانت الوقع دي بالنسبة لي هتكون كارثة كبيرة جدا يعني انا عايزك تذكرين الوقع دي انا اتفق طبعا معي احد اصحاب المهرجانات ان احنا هنقيم مهرجان اوكي بدأنا طبعا قال ان فيه عقود وفيه اشتراطات وفيه حاجات زي كده قلت حاجة جميلة جدا بدأت بعد كده انا انصق واجيب مشتركاتي لان الحمد لله انا عندي هناك طبعا مبدعات التجميل وعندي ما شاء الله كم كبير كخبراء التجميل كهيردرس الناس دي عايزك يعني تشارك في مهرجانات بتزهر براعتها وتزهر شغلها بدأت الحقيقة نصقت معهم بدأ يجيني مشتركات طبعا كله طبعا جاي على اسمي بعد كده بدأهم يحولولي المبلغ بتاعتهم بدأوا حاجة بالفعل تيكت السفر طبعا اللي جاي جايبة معها جوزها اللي جايبة جايبة معها ممتها اختها قبل المهرجان باسبوع صاحب المهرجان لغى المهرجان طيب يعني وكلمة في النهاية او في النهاية الكلمة ايه انا بعتذر طب انت بتعتذر عن ايه يعني طب الناس طب اوكي المبلغ دي اوكي هترجع اللي هم حولوا هالي وبعدين مش مبلغ على فكرة مش مبلغ قليلة ده بيطلبوا مبلغ يعني كبيرة وفي نقطة تانية كمان هم بيفتكروا ان المشتركة دي اللي جاي من برة بتشارك بس بالمبلغ اللي هي هتدفعه لأ ما بيحطوش فيها اعتبارهم ان هي تفع تيكت سفر اقامة طبعا تنقلات اكل وشرب تبصت لقيها لو هي هتدفع 10 او 15 او 20 فهي متكلفة بتصرف ادفعه الف واكتر من 50 الف حضرت عارفة ساذة نادية حتت انه يجي صاحب مهرجان فجأة اقولك المهرجان اتلغى المشكلة عندنا اللي الناس يعني ما عندهاش فكرة معظم المهرجانات وانا بقولها وعلى مسئوليتي معظم المهرجانات اللي بتقام عندنا في مصر مهرجانات غير قانونية بالمرة يعني بتلاقيها مهرجانات لا مرخصة ولا حتى المفروض انت بتقيمي مهرجان بيبقى فيه حق للدولة في المهرجان ما بيحصلش انه الدولة بتاخد حقها التنصيق مفروض بيبقى مع رؤساء المهرجانات وبيبقى فيه لجنة بتشرف على المهرجانات دي المهرجانات كلها اللي اقيمت عندنا ما فيش لجنة بتشرف عليها كل واحد بيجي كده يقولك انا هعمل مهرجان اللي برضو انا عايزة تكلم فيها لانه هو الحقيقة لما يعني جي اعتذر لي طبعا بالنسبة لي كارثة جبيرة جدا طبعا انا هعمل ايه طيب الناس دي انا هقولهم ايه طب ازاي انا التذاكر اللي هما يعني دفعوها دي فكل كلمة ببساطة انا بعتذر طب انت بتعتذر ازاي يعني فعارفة فكان الموقف بالنسبة لي موقف صعب جدا جدا تاني حاجة انا كنت كل ما اكلمه اقولهم احنا لينا طلبات معينة يعني هو اعتذرلك انت طب المشتركات اللي برض والاعتذر ده هيعمل لهم ايه من هيعتذر انا ساعتها يعني انا بقيت مش عارفة اعملي بس ولله الحمد ان كان فيه مهرجان تاني بيقام وانا كنت برضو منظمة فيه فانا يعني باسلوبة بطريقتي الناس اقتنعت بكلامي وشاركت معي يعني فالحمد لله اني تفاديت الموقف ده فتخيالي بقى لو ما كانش فيه مهرجان كنت انا عملت ايه طب انت هتعمل لي ايه بعد كده طب انت هاي ازاي انا هرجع لهم حق تكت تكت مش هيرجع خلاص يعني تانية حاجة احنا هم مش عايزين يفهموا نقطة ودي النقطة انا بتكلم فيها دايما كمشتركات عرب دول دي هم طلبات معينة ابو سألائم ونحلة جمدة لا احنا هنا عندنا المشتركات المصريات بيقبلوا باي موديل بيقبلوا لا احنا يا جماعة ناس لنا ثقافة معينة مختلفة تماما استاذ النازية طب حضرتك انت بما انك انت يعني انا شفتك في المهرجانات اللي فاتت انت لمسؤولة عن الوفود العربية اللي جات في المهرجانات طيب هل كان بتبقى فيه عقود بتتكتب بينك وبين رئيس المهرجان او بين رئيس المهرجان والمشتركين او فيه كراسة شروط بتملأ علشان حفظ الحقوق هو الحقيقة بيبقى فيه عقود بس هي العقود بتبقى ايه بما اني انا متوجدة في المملكة فبتكون لسه العقود انا ما بستلماش ده كان بيبقى فيه اتفاق بيني وبينهم على الاساس انه انا لما انزل وهسلم بيه طبعا المبالغ طبعا بتاعت التحويل للبنات هستلم العقد وهسلمه للبنات بس هو فيه حاجة انا عايز اقولها ان المفروض بعد كده وانا بنبه لجميع البنات اللي بتشارك سواء عن طريق او من غير طريقي فعلا لازم يكون فيه عقد والعقد ده يكون فيه شرط جزائي جزائي بمعنى ايه انه لما فيه شروط معينة احنا عايزينها اذا اختل اي بند من البنوت دي فيبقى فيه نسبة معينة ترجع للبنات المشتركات قيمة من المبلغ لاسترداد حقهم لان لا ضرر ولا ضرار فهم لان انا لاحظت ان بعضهم بيتكلموا كتير وبيوعيدوا بوعود كتيرة وحاجات كتيرة بنيجي منلاقي لا تنفذ الحاجات ايه اكبر الاستقاطات يا استاذة نادية اللي انت حطيت ايديك عليها في المهرجة نافية والله يبصي هو بيبقى فيه بعض يعني الجروبات او الحاجات اللي بتحصل تبصي تلاقي احنا بنيبقى متفقين على ملابس معينة او حاجات معينة بيبقى فيه تقصير في المواضيع دي بيتقلنا طبعا ان هيكون فيه تصوير قبل وبعد وفيه مش عارفه برضو حاجات الصور ما بتبقاش طلعة مظبوطة يعني دي اكتر المشاكل اللي وجهتنا بتبصي احنا بنبقى جايين اكتر حاجة المشتركات اهم حاجة عندهم ان انا اخد شغل جميل شغل ميك اوب وشغل فورمة شار يعني فتبص تلاقي ان الصورة مش واضحة بالنسبة لها طب انا هستفد من الموضوع ده كله ايه اوكي انا اطلع على الاستيج هتصوروني وانا في الاستيج وعرضي وكل حاجة بس مش داله هيجيب لي شغلي مش داله هيخلز العملة في هناك بالنسبة للمملاك العربية السعودية او الزبين اما بتيجي تقولك اديني حسابك في انستجرام احنا اكتر حاجة شغلين عليه استجرام وسناب شات طبعا الفيسبوك بالنسبة لنا ضعيف انا عارف انو ضعيف فاول كلمة بتتقلينا ممكن اشوف حسابك في انستجرام فطبعا انت عايزة تشوف شغل عايزة تشوف عايزة تشوف السبوت لايت على الميك اوب عايزة تشوف ماشي اوكي انا معي طبعا انا ماشي على الاستيج بتصورت وكل حاجة باستهي عايزة تشوف الشغل فطبعا الحاجات دي وانا تبقاش متوفرة او الصورة مش واضح فدي من ضمن العقبات اللي هي تبص تلاقي انا بقى اللي بسمعي الكلام يعني في نهاية استاذة نادية احنا جينا احنا مستفدناش حاجة يعني كنت لمسؤولة اه احنا مستفدناش حاجة احنا عايزين شغل اهم حاجة فما فيش طب استاذة نادية انت كنت في الصابق كنت بعيدة عن الموضوع انت كنت يعني في الاول بتشاركي على انك خبير التجميل بس انت شاركتي كذا مرة ونظمتي مهرجانات فدخلتي جوه المطبخ ايه طيب انا عايزة اسألك سؤال ايه اللي عائد على الوفود السعودية انا في وجهة نظري مش بشوف ان فيهم عائد ليهم عائد انت بقى عشان جوه المطبخ ايه اللي في وجهة نظرك ان الوفود السعودية استفادته من المهرجانات اللي شاركت فيها الفترة دي والله يبصي هي ايه هو يعني زي ما بيقولوا ايه حاجتين اتنين هما بيستفادوا ان هو بيتقال ان احنا شاركنا في مهرجان خلاص او بيبقى اضافة لهم في حاجات معينة ولكن الاستفادة مثلا ايه ان ما فيش استفادة بالنسبة زي ما قلتلك اللي شغلنا احنا بيبقوا بيتكلفوا تكلف كتيرة بيجوا يلاقوا حاجات تانية هي بتبقى طبعا بيتقالهم عليها بيلاقوها عكس يعني هم عايزين فبيرجعوا بعد كده ندمنين انه احنا يعني ياريتنا مشاركنا ياريتنا مش عارف ايه فعلى حسب فيه ناس بتبقى مبسوطة يعني فيه ناس بتقولك اوكي يعني بس طيب ايه اللي انت شايفه بيكون اهم بالنسبة لهم انهم يحضروا في مهرجان ويشاركوا ويعملوا اللق ويعملوا تصريحة ويتكرموا وياخدوا شهادة وياخدوا الدرع ولا شايفة انه لما يكون فيه اعلام مصلط الضوء على الحفلة او على الامت او على المهرجان وبتحصل معهم لقاءات بسي هقولك على حاجة هم عايزين الاتنين هم عايزين شغل يظهر خلاص يعني التكنيكات بتاعتهم شغلوهم يظهر وفي نفس الوقت طبعا الاعلام ده حاجة مهمة بالنسبة لهم يعني ان هم بيتكلموا عنهم ان هم حضروا مهرجانات يعني بسي في الاول وفي الاخر احنا في عصر زي يقولوا ايه بالمصر يقول لا الفشخرة يعني انا عايزة اظهر انا طلقت في مهرجان وانا اتكرمت وانا وانا فهناك برضو بالنسبة لهم دي ما تيجي زبونة اه دي طلقت في مهرجان دي تكرمت ده اه انا هيبقى في ثقة زيادة خلاص وفي نفس الوقت برضو ماشي هم عايزين يبقى الشغل بتاعهم بارز ظاهر احنا عملنا يعني احنا عملنا حاجة جميلة عملنا افكار جميلة وبرض بس في نقطة انا برضو بقولها يا جماعة الناس دي بتبقى جاية لها هدف اللي هي هدف ان هي تبين شغلها هي عايزة تظهر برعتها من ضمن الحاجات اللي طبعا بتواجهني انا فهمة التفكير ازاي بتاعنا كخبراء تجميل هنا للأسف ما بيقش فاكرين لا هم عاملين مهرجان فهم بيفرضوا على خبراء التجميل الحاجة اللي هم عايزينها مش بيخلوا خبرية التجميل اللي هي تيجي تعمل اللي هي عايزين اما هي ازاي هتظهر موضي بكها اه ماشي يعني انا معيكو اوكي انك انت بتعمل مهرجان اوكي فانت عاوز تظهر برضو شغلك يعني انت لا ضرر ليك ولا ضرر ليهم هم بتبقى جاية واني واحدة مثلا حطة في دمخان هي تعمل لك عروسة خلاص بطريقة معينة او بشكل معين فنيجي مثلا احنا نقول لها لا هتعملي حاجة تانية هنا من البداية انت المفروض يبقى عندك فكرة لمهرجانك اللي انت هتعمله قول يا جماعة انا المهرجان بتاعي هو عبارة عن فانتازي بحث مثلا او عبارة عن فكرة معينة انت هنا اللي هتشارك معك هي جاية وعارفة هي عايزة تعمل اين هتحط لها بقى ميوزيك هتحط لها اللي انت هتحطه اوكي هي خلاص اوكي متفق معاك على الحاجة دي لكن مايبقاش هم جايين عايزين يعملوا الشغل ليهم او يعملوا مثلا اي دزينا وعايزين اغاني معينة او عايزين حاجات معينة فبصوا يلا وان الموادية اللي بتتغير معاهم فده بيسبب لي انا مشكلة بعد كده فاحنا يا جماعة لا احنا كنا طالبين كذا اصبح كذا فدي من ضم برجو الحاجات اللي بتحصل بس في النهاية في الاول وفي الاخر احنا بنقدم حاجة جميلة وده اللي احنا عايزينه ان احنا نظهر للعالم احنا بنعمل شغل جميل هناخد فاصل ونرجع نكمل تاني عزاء المشاهدين فاصل ووسع النعمود ما اترحوش في اي حد رجعنا لكم تاني عزاء المشاهدين ونكمل كلامنا مع الضيفة في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه استاذة نادي قبل الفاصل كنا بنتكلم على المهرجانات اللي انتي اعتذرتي عنها وكنت برضو عايزة اسألك على انه معظم المهرجانات يعني انا كنت بشوف انه لما بقى فيه مهرجان انه هو بيبقى حاجة كبيرة وزي ما قولنا بيتيجي في المهرجانات فنانات موزيعات اعلاميات ناس من من كبار الدولة بعد كده بكتشف حاجة انه صاحب المهرجان بيجي بيكلمك بيقولك انا عايزك تدخلي سبونسور معايا طب انتي انا عايزة افهم بقى ايه قصة والمواضيع ايه طبعا انا فيه حد بعتلي كذا مرة وقالي ان احنا بنعمل مش عارفة حاجة ميديا كوين او حاجة زي كده اه ميديا كوين ده كان مهرجان قديم لا لا هو لسه على فكرة هو قائم من غير دلوقتي انه هو بيبعتلي حاجة زي كده حد كان لانه مهرجان ميديا كوين انا كنت مشاركة فيه من الفترة هو فيه حد تاني وبعتلي برضو قعد بيعرفني بنفسه فمهم كذا مرة طلب مني مشتركات فانا مش عارفة احكايت ان ايه كل بيبعتلي ويقول لي احنا عايزين مشتركات يعني من العرب لانه هم بيقيموا مهرجاناتهم على الوفود العربية دي نقطة الحقيقة برضو هتكلم فيها طيب اوكي ومش اوكي وربنا يسهل وكده وكان انا كنت فعلا بالفعل انا مشتركة في مهرجان يعني اجي فاشون فما كنتش فاضية يعني بعد فترة رجال قيت وكلمني فبيقول لي عايزك سبونسر معي فرح مديني اختيارات يعني طبعا هي لها ايه كل سبونسر ولي وليه اختياره 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 مبلغ طيب قلت له ايه هي الامتيازات اللي انا هشوفها من الموضوع ده فلقيت وبعايت لي كده قال لي طب شوفي وقري فلقيت الحقيقة المبلغ كذا قال ليكي مش عارفة في اي بي كام كورس في اي بي واعلانك لمدة اسبوع وكلام ده كله والمبلغ التاني هكذا فانا رحت مدياله كلمة قلت له هي يجي بس العائق اللي هيعود لي يعني كده العائد العائد اللي هيعود لي فلقيته بيقول لي ايوه ومش عرفي فقلته طب انا تعرض علي الحقيقة وتعرض علي ان انا اخذ 30% لقيته بيقول لي لا انا بدي 20% طيب اما انت جاي مديني العائد بتاعك ده ليه طب اما الحكاية النسبة 20% وال30% دي ما تذكرتش ليه يعني النسبة 20% وال30% في مقابل ان انت تجبيله وتدفعي لا ان انا مقابل انا هكون سبونسر معي اه وبعد كده ما هطبعا بقى فيه ارباح هتيجي في بعد المهرجان او حاجات زي كده بيعود عليهم بربح اه كمان فهو طب الربح بتاعي اللي انا هعود انا هتفعلك معليش يعني سوري هتفعلك 100000 ولا 150000 فقالي مستفادة ايه في النهاية اه هستفاد ايه يعني فلقيته بيقول لي اني كنتي هت ليكي تلات كراسي مش عارفة في اي بي وليك الاعلام بتاعك هيبقى يسبوه ده كله من الموضوع لما انا جت وذكرت له وقلت له الحقيقة انا انعرض علي بس بمقابل 30% من الارباح رح اقول لي لا انا بدي 20% لما لقاني انا فهم الموضوع فلقيته بيقول لي ايه طب معليش ديني رقم تلفونك احسن نتفهم بالتلفون طب انت ما ذكرت ليش الموضوع ده من الاول يعني ده برضو زي ما بقولك بيؤكد كلامي انه المهرجانات مع الاسف اللي بتقام بلا هدف المهرجانات كلها مقامة علشان اتربح الماد ايه طبعا لانه انا بشوف انه كل المهرجانات كلها بلا استثناء اللي حضرتها واللي ما حضرتهاش في الاخر بتطلع المشتركة بتاخد تكريم وبتاخد شهادة بس كله ماشي على نفس المتيرة هو في ناس في ناس عندها هدف في ناس عندها طموح ان هي بتعمل اوكي يعني بس برضو مش هو ده اللي احنا بنسعال او هم بيسولوا يعني برضو من ضمن الحاجات انا كان في ناس جم استشاروني كان في مهرجان بيقام من حول ثلاث شهور على ما اعتقل انا كنت خضرت المهرجان ده قبل كده وكنت عارفة اللي حاصل يعني فيه فلما جم قالوا لي يا استاذة نادية ايه رأيك ده كذا 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 فانا نبجهتهم ونصحتهم ما تنزلوش ما تشاركوش في المهرجان او ما تشاركوش فيه يعني يا جماعة ما تشاركوش لانه واحد اتنين ثلاثة بيحصل كذا فما سمعوش كلام بعد ما حاضروا وبعد ما كل حاجة رجعوا قالوا لي يا ريتنا سمعنا فعلا كلامك ان احنا ما شاركناش واحنا ندمنين ان احنا وعندي المسجات يعني عندي المسجات هم وعندي كلامهم هما بيقولون ندموا ان هما شاركوا في المهرجان ندموا فعلا لأن كل اللي تقال لهم ما حصلش وغير طبعا أنه يعني مش عارفة هو طبعا سوق تنظيم أنا تعرض علي برضو على فكرة حتة أنه مشاركة في المهرجان وأنه أنا أجيب مشتركات والكلام ده أنا رفضت تماما الرافض لأنه أنا ما تحملش مسؤولية فعلا لو أنت اللي هتقيمي المهرجان ده بنفسك أنت تعرفة أنت هتعملي إيه أما أنت بتشاركي أو بتجيبي مشتركين في المهرجان تاني لا أنت مسؤول عنه في تنظيم ولا أنت عارفة دخلياتهم فما تقدرش لأنه الناس مش هتيجي تقولك صاحب المهرجان هتيجي تقولك أنت أنت اللي جبتيني أنت اللي قلتيني شتركي أنت اللي قلتيني هو بص هو في نقطة هو فيه يعني إحنا بديبقى مشيين على مبدأ ودف بس بيبقى فيه ناس معاك تانية للأسف هي مش عارفة هي بتعمل إيه بيحصل عدم اتزان بقى وبيحصل لغبطة طبق صلاطة أنا بسمي أنه صراحة اللي بيحصل طبق صلاطة أنت بتبقي مشية بحاجات معينة يعني أنا ليا ترتيب خاص على فكرة وليا تنظيم خاص جدا جدا يمكن ولله الحمد للبنات اللي شاركوا معي سواء كانوا خبراء التجميل من السعودية أو المودل هنا بيقولوا لي الحقيقة أنت عملت حاجات إحنا ما بتتعملش يعني بالنسبة له مهمة أنا بسمع أنه لا الحاجات اللي أنا بعملها فيه ناس تانية كانت بتعملها في الواسطة أنا بتكلم على المجموعات اللي أنا شاركت معاهم قبل كده في المهرجانات أو اللي خلاني أنصحب من المهرجانات التانية اللي أنا ما شاركش فيها لأنني أنا شايفة ما فيش تنظيم بالفعل يعني أنا قبل كده كان معروضة علي مهرجان وجيت لقيت أوضة كده كبيرة كذا مودل موجودين وفيه اللي جي وفيه اللي مجاش وأي واحدة مسكة أي حد والدنيا كلها يعني ونا عارفة أنه فيه ناس حتى مش مصريين ناس من دول مختلفة حضرت مهرجانات هنا وعارفة أنهم قالوا لك إحنا مش هنيجي تاني أو مش هنقدر تاني ما هو ده اللي إحنا بنحسن إحنا عايزين نقيم مهرجان يبقى لازم نقيمه على أسس معينة وعلى وجه أكمل وجه ونقيمه على أساس هدف عشان من جيش نسمع حد يجي يقولك أنا نضحك علي لا أنا مش هجي تاني لا أنا مش هتشيري تاني برضو نقطة أنا عايزة أضيفها يا جماعة أنه دلوقتي أنا بيتقالي أن المهرجانات دي بيبقى فيها طبعا برضو فئة من خبراء التجميل المصريين الاتفاق اللي بيتفق معي إحنا عايزين مشتركة أو اتنين مثلا اللي بقى بتكلم على الناس اللي كانت بتكلمني وانا نسحب اتفاجئت أن كله بيطالب بخبراء التجميل العرب يعني هو المهرجان لو ما كانش فيه خبراء التجميل العرب مش هيقيم المهرجان والليلان فعلا بالفعل ده اللي حصل معي اتقالي عايزين اتنين أو تلاتة قلت طب أوكي بعد كده بصيت لقيت بيتقالي مهرجان كله اتقالب اه اتقالب طيب انتو فين الناس خبراء التجميل المصريين اللي معانا هنا اه ما أكيد مشتركين طب فين ادوني بما أني أنا مسؤول عن خبراء التجميل أنا عايزة أشوف خبراء التجميل دول ابو سألاقي طب لو كان يزيد المبلغ يعني يزيد وعدد المشتركين هيبقى وهيبقى فده اللي خلاني طبعا ده كان المهرجان اللي أنا قلتلك اللي جيدة دبسوني في الموضوع او حكاية الاطلاغة وكده طيب انت كنت طالب مشتركة أو اتنين فوجيت انك انت مطالب لي عايزين سبعة تمانية مشتركات فجيدة أنا بكهل بكلمه يعني هو انت لو ما كانش العرب انت مهرجانك مش قائم يعني ما هو ده اللي أنا بقوله أستاذة نادية انه المهرجانات بيتقام هنا علشان التربح المادي ايه الربح المادي ومع الاسف كمان حتى الناس اللي بتشتغل يعني أنا فيه كتير وفيه كتير أعرفهم وعندي على الأكاونت بتاعي رفضوا يشاركوا في انه هما ينزلوا في المهرجانات والوقيمة لانه في الآخر مع الاسف يعني انت شوفي بنتكلم على انه وفود عربية ومبالغ بتدفع وفي الآخر فيه ناس ما بتاخدش حقها فيه ناس بتطلع من المهرجان على ان احنا هنديكم وما بياخدوش فدي النتيجة بتكون ايه وفي نفس الوقت ما يقدروش يطلعوا يقولوا احنا اتضحك علينا احنا تعبنا واشتغلنا وما خدناش تعبنا ما بيقدروش يقولوا كده لان انا اعرف انه فيه مجموعة كبيرة من البنات حتى اللي بتشترك في التنظيم اللي بتشترك في الكواليس بتاعة المهرجانات رفضت ان هي تخش المهرجانات المقامة دي كلها طيب انا كنت عايزة اسألك سؤال بمناسبة بما انك يعني دلوقتي بقيت برضو دخلة في حتة تنظيم المهرجانات والايفنتات ايه الايفنت او المهرجان اللي ممكن توافق عليه وانتي مغمضة المهرجان اول حاجة زي ما انا بقولك انا بعمل لنفسي اسم لما لاقي انه فعلا فيه مصدقية في كل الطلبات او كل اللي هم بيقلوه او الوعود اللي هي بتقولها هنا انا برحب لاي حد عاوز هيقيم مهرجان ان انا اتعاون معه فانا هتعاون معي طب انت ازاي تعرفي المصدقية من عدم المصدقية معنا زي ما قلتلك بقى هيكون فيه طبعا تعاونت معهم قبل كده اه تعاونت معهم وبيكون فيه شروط فعلا بسي هو كل عمل كبير بيبقى برضو فيه فيه دروبات بتحصل يعني يعني معاليش بس فيه حاجات بيبقى دروبات ولكن مش كله اه مش كله اه فيه حاجات احنا بنتغضع عنها يعني فيه حاجات او ما نقدرش ان احنا نتغضع عنها ولكن لما لاقي ان المهرجان ده قائم على ان انا عاوزة اعمل حاجة كبيرة ويكون لها صيد ويكون لها صدى يسمع ويكون لها اسم فعلا انه الناس هي اللي تطلب وتقول احنا عاوزين نشارك معاك في المهرجان ده لانه هم التمسوا الحاجة دي زي ما انا هقول لك حاجة انا بعمل طبعا هناك ايفنتات انا لو قريك مسجاتي البنات امتج راجع عشان احنا عاوزين نعمل هم اللي بيطلبوا مش انا اللي بقولهم هنعمل فانا المهرجان هنا اللي بيقام وهلاقي بعد كده هم اللي بيسألوا هم اللي بيطلبوا امتى تعملوا مهرجان عشان احنا نشارك فيه انا هنا هتعاون معهم اما بصراحة مهرجانات اللي هي ملهاش اي اساس ولا لها اي هدف ولا فانا يعني معلش انا هحاربها بشدة والله هم بصراحة يعني وانا بقولها ومسؤول عن كل المهرجانات المقامة دلوقتي ملهاش اي حد وبعدين في نقطة كمان ان للأسف ان فيه ناس بتحضر المهرجانات اللي احنا بنعملها وبيخشوا يتصيدوا العرب دي حصلة يتصيدوا العرب عشان يقيموا مهرجان ويقول لك تعالوا وده فعلا حاصل يعني كذا واحدة من المشتركات كلمتني ان فيه ناس للأسف بتخش لهم وبتقول لهم احنا عايزينكم تشاركوا معنا وعايزينكم تبقوا موجودين وبيعملهم البحرة حينة برضو فالحمد لله ان هم بيجوا يبلغوني فانا بقول لهم لما انكت المسؤولة عن الوافق لانهم برضو دول مسؤوليتك لغاية لما يرجعوا بلدهم وهو حصل هو حصل على فكرة انه فيه حد في المهرجان طبعا احنا كنا موجودين في ايجي فاشون فحصل انه فيه ناس دخلت لبنات معايا واتعقدوا معاها وعلى اساس انه فيه هيكون حاجة كده بتنعمل وفعلا البنات دي راحل وبرضو بمبالغ وزي كده بس للأسف هم ما كانواش رجعوا لي بس انا عرفت الموضوع استاذة نادية عشان الوقت ما يسترقناش انتي كمان يعني اتشفنا فيك حاجة برضو جديدة وفجأتي انت بقلتش قيلة عنها بس انتي فجأتي فيها الناس في المهرجان اللي شاركتي فيه بانك مش بس كنت منظمة ولا بس كنت خبيرة تجميل وشاركتي في المهرجان وانما طلعتي برضو كموديل عرضتي قطعة قطعة ملابس عربية واثرية لفاشون ديزاينر اسمها مهاش شامي استاذة معاش شامي ياريت الصور الاعدادي نزللنا الصور بتاعت الاستاذة نازية وهي طلعة بموديل كنت بتقدمي قطعة من التراث العربي لمصممة ازياء سعودية اسمها مهاش شامي ودي كانت مفاجأة على المهرجان احكينا كده هو الحياة طبعا انا بشكر جدا جدا استاذة معاش شامي لان انا طبعا هي حبيبتي وصديقتي فجئتني قالتلي انه هي هتعمل قطعة تراثية فحبت اني انا يعني اتكرم بيها في المهرجان فكانت بالنسبة لي حاجة جميلة جدا فوفقت طبعا او على فكرة هو يمكن لفت انتباهي بكتير احنا معنا عسطورة ده شغلك اللي انت شاركت بيه في المهرجان مع الموديل الحياة برضو الازياء دي التراثية بالنسبة للموديل اللي هو الغجري وإيزابيلا من تصميم المبدعة استاذة سهيلة الطيب هي من المدينة ملقبة بنت ابوها هي عبارة عن الازياء بتاعتها ازياء تراثية مدينية المديني فكانت برضو حاجة جميلة هي جاية وجايبة معها اللوكات فانا حبيت ان اعمل حاجة مختلفة ان كله كان عرائس عرائس فانا حبيت ان يكون عايزين صور للاستاذة نادية لما قدمت برضو العرض بتاع القطع العربية دي كلها صور شغلك اللي انت قدمت بيها تكنت مشاركة بعرضين في المهرجان كنت مشاركة لها بعرضين لاننا كنت طبعا سيمتلك تنظيم هو ده القطع اللي انت طلعت بيها ده من فتصميم الاستاذة مه الشامي الحقيقة وهي اللي يعني قالتلي انا عايزاك تطلعي بي وتتكرمي بي فكان حاجة بالنسبة لي كان جميلة وكنت اول مرة هلاقي نفسي برضو في الموديل وجاني تعليقات كتير على فكرة بالنسبة للزي ده ان كلهم عجبهم وبقى كل يسألني مين الموديل دي فكنت بتحكي ما كانوش عارفين ان انت لا بالنسبة للبنات اللي طبعا في المملكة ما كانوش عارفين ان انا بس اه فكان بالنسبة لي حاجة جميلة وتجربة حلوة يعني في المهرجان فالحقيقة انا بشكر الاستاذة مهل الشامي جدا وبذكر برضو استاذة سهيل الطيب لان هي برضو يعني ديتني تصميم اللوكات بتاعتي والحقيقة برضو ده من ضمن المهرجانات اللي انا بشارك فيها ايجي فاشون وبشكر طبعا احمد العازبي وبشكر استاذ باثم الزيات لانه برضو كان يدور معانا هو في عرض بتاعي انا كان العرض جميل والميزك كانت جميلة جدا في العرض بتاعي بس طبعا لضيق الوقت مش هنقدر ان احنا يعني نعرضو فبإذن الله المرات الجاية هينزل تمام طيب استاذة نادية كنت عايزك تقولي كلمة كده لاصحاب المهرجانات اللي بيقيموا المهرجانات عندنا في مصر بما يرضي الله كلمة بما يرضي الله والله انا كلمة اللي انا هقولها يعني اتمنى ان كل واحد عاوز يعمل عمل يكتهد فيه وما فيش حاجة اسمها وفد عربي او وفد مصري او وفد سوري او وفد لبناني او 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 لا انت بتعمل عمل جيد هو اللي هيظهرك قدام الناس الناس هي اللي هتيجي تطلب ان هي تشارك معاك كل ما بيشوف العمل عمل حلوى عمل جميل الناس ستدقين هي اللي هتطلب وهتقول احنا عايزين نشارك معاك فياريت بس يراعوا الحتة دي ويراعوا ان الناس دي اللي جاية من برا بتبقى جاية متكلفة تكاليف جمدة وتكاليف ما هيش بس تمن مهرجان او يعني بتتكلف زي ما قلتلك تذاكر صفر وبتتكلف اقامة في بعضهم بيقعد بالاسبوع فدي كلها بالنسبة لهم حاجة مكلفة جدا كان فيه في احد المهرجانات اللي انتهت يعني صاحب المهرجان او رئيس المهرجان بنفس وكلمني وقال لي احنا عايزين ناس تشترك في المهرجان وبما انك انت احد يعني موصوق فيه وعندك مصداقية ياريت ان انت تجيبي الناس فتخيالي لما سألته تمن اشتراك المهرجان كام قال لي مبلغ كبير جدا فلما جيك بقول له المبلغ ده كبير قال لي ده بالنسبة لهم ولا حاجة يعني معلش يعني 10.000 جنيه او 15.000 جنيه بالنسبة للعرب مش مبلغ يعني ده شوية فكة فدلنا بستعجب له ده لنا بستعجب له انت متخيل يعني انه 10 او 15.000 دلوقتي شوية فكة بالنسبة لهم مش بيحسبها يا سيدا نيسترين كده هو انت حسبها 15.000 ولا 10 ولا 20 طيب احسب قد ايه تسكرة صفر بتخش لها في زيهم في 10 في 15.000 انت ذاكر غالية احسب بها اقامة فلادي طبعا الفلادي بالنسبة للاجنب برضو غالية هتبصت لها دفعت لها 50.000 جنيه يعني يا جماعة والله الناس دي بتتعب الناس دي مش شغالة ليل ونهار انا بقولها فعلا كلمة حق لان انا هناك في المود بتاع الخبراء التجميل الناس دي بتتعب وياكاد ان هي ممكن تشتغل النهاردة بتقعد 10 تيام ما بتشتغلش فيه ناس على فكرة فيه ناس على فكرة مستلفة بتستلف وتيجي بتيجي فعلا هما مع الاسف احنا هنا في موقع عندنا ما بدأ انه مدام عربي او سعودي او خليجي فاكبش وخد لا انا بس بقى بنبه وبقول يا جماعة اللي عاوز يعمل حاجة يعملها وهو يكون ليه هدف ويكون يعني راعي ظروف الناس دي ويكون عندهم المصدقية اهم حاجة عندنا احنا المصدقية انت بتقول ان فيه كذا 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 يبقى انا ألب الطلبات دي وألب لكم رغباتكم سواء كان من فنانين هيحضروا ما يجيش يقول لنا فلانة جاية وفلان وفلان من الفنانين ونبص نلاقي ما فيش حاجة من الناس دي اللي هي جاية المزيع الفلانية ومنلاقيش المزيع دي نلاقي حدة تانية المزيع تانية ويحطوا صورة فنانين معينين طب انتو بتحط لنا ليه كده دي بتعمل مشاكل على فكرة يعني انا لما جيت والله العظيم انا ناس كتير كلمتني فين دولة فأما عنيش تصل لها اعتذر فأنا بتحط في مواقف محرجة جدا كده ما هو دا اللي الواحد بيزعل منه ان احنا بدل ما بنحسن سمايتنا احنا بنسوق سمايتنا وبيتقال انه لا يا جماعة مهرجان في مصر ده مهرجان سبوبة وبعدين يا جماعة المهرجانات ما تشتردش ان هي تكون على عرب فقط يعني انا بتمنى عليك سلام عليكم حضرتك انا كنت معيز اعرف زى إلي جند حضرتك هي اللي عملة الموديل الاستاذة نادية هي اللي عملة عين موديل هيا اللي عملة عين موديل يا فندم اصلا انا كنت عايز اعرف هي بسم اللي طلع في العجيزة الأستاذة نادية خبرت التجميل اللي جنبي هي اللي عملت الاثنين مودر اللي شفت صورهم وهي اللي كانت لبسة الزي الأخضر بسم الله ما شاء الله مرتي حبتي الفستان ده هو من تصميم فاشن ديزاينر سعودية اسمها مهاش شامي الله طيب انتي عجبك يعني لتصميم عجبك لفستان كلهم وهي بسم الله ما شاء الله عليها جميلة مرسي حبيبتي فستان دمي ربنا خليكي الأوريكي عايز تفسار أنا عملة أشابه بقول في ملامح كده منها فمش عارفة ان هي اللي عملة لا هي نفسها لا بسم الله ما شاء الله عليك لو حابة عايز تفسار ممكن بعد الهوى وممكن تسيبي رقمك في الكنترول مرسيلي كهات نرجع تاني لكلامنا اللي كنا بنقوله ان احنا زي ما بنقول لازم يكون فيه مصداقية مع الاسف احنا وصلنا لنهاية الحلقة وكنا نتمنى ان يكون فيه متسع من الوقت نتكلم اكتر شرفتين ونورتين وكنت عايزة اقول حاجة لكل اللي بيتفرجوا علي لان انا عارفة ان فيه ناس كدير جدا متفرج علي خصوصا مودلز وخصوصا ناس من التجميل انا بوعيدكم قريبا جدا ان شاء الله هيتعامل ايفنت كبير مهرجان هيتعامل كبير وهكون انا مسؤولة عنه والاستاذة نادية هتكون ان شاء الله مسؤولة عنه وهيبقى مختلف تماما عن كل المهرجانات اللي بتقام وهيكون ليه هدف جامد جدا وواضح وهيبقى فيه مصداقية ان شاء الله كبيرة جدا واتمنى ان الناس كلها تنتظر الحدث القادم ده باذن الله عزيزي المشاهدين اصعد الله نسيكم واتبسط معاكم جدا ويرب نكون كنا لطاف وخفاف عليكم في الحلقة القاكم الاسبوع المقبل ان شاء الله